بداية قبل ما نبدأ في مناقشتنا مع ضفنا العزيز خليني أقولك أنه نشرت صحيفة الأهرام في صدر صفحتها الأولى أنه بكرة الحد بإذن الله هناك كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة صدور العدد خمسين ألف للجريدة فخامة الرئيس بيعرض من خلال هذه الكلمة المنشورة عن تقديره واعتزازه بمهنة الصحافة ومؤسسة الأهرام العريقة واللي صمدت في قلب الأحداث تقريبا 148 سنة من وقت تأسسها يوم 27 ديسمبر 1875 وحتى الآن طبعا لا يحتاج المشاهد ولا تحتاج المشاهدة مني أن أنا أقول لكم أكيد إحنا محتاجين أن إحنا نقرأ بكرة بإذن الله ممكن يكون العدد خلاص دلوقتي أصبح موجود لدى الباعة والمكتبات زي ما بتقال نقرأ بمنتهى التدقيق كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المناسبة